لا مجال لردع الجانب التركي من تكرار القصف ولا يوجد لدى العراق يتأوراق ضغط لمنع تركيا من القصف وتكرار القصف مرة أخرى أستاذ سعد أولا لدينا ثلاثة خطوط يجب أن نعمل عليها أولا هناك خطوط يجب أن نذهب باتجاه التفاوض الدبلوماسي لأنه لدينا قوة دبلوماسية ويفترض أن نستثمر على الأقل تقديم شكاوي في مجلس الأمن هيئة من المتحدة المحاكم الدولية في لها لكن قبل أن نقوم بهذا يجب أن نحصل خروقات التركية بشكل رسمي ونستدعي السفير التركي وتقدم لهم كورقة احتجاج إلى الجانب التركي على أن هذه الخروقات التركية على عدود العراق ويجب أن تتوقف منذ هذه اللحظة هذا خطوة الخطوة الثانية يجب أن يكون لدينا قوة قتالية لديها القدرة على وقف النزيف التركي والزحف التركي بالأرض العراقية يعني يجب أن نذهب بالتجاه تعزيز قدراتنا القتالية وتسليح قواتنا المسلحة العراقية بأسلحة ممكن أن تجعل الجانب التركي رادع ولا يتصرف بأريحية على العدود العراقية ويجب أيضا للجانب الثالث أن تكون لدينا وحدة مع شعبنا العراقي في كردستان العراق المصير واحد والمستقبل واحد والخروقات على حدود العراق في كردستان العراق كردستان هي جزء من أرض العراق وما يحدث لشعبنا العراقي في كردستان العراق هو نفسا ليحدث على العراقيون في البصرة وفي دقار وفي واسط وفي النجف وفي كربلا وفي الأنبار العزيزة وفي صلاح الدين وفي نينة وعروسة العراق لذلك نقول كل المحافظات العراقية عزيزة على قلوبنا والشعب العراقي عينما يكون هو عراقي ابن العراق وعلى الحكومة العراقية أن تتحمل المسؤولية في المحافظة على ممتلكات العراقية وعلى دماء العراقية وعلى حقوق العراقين وفوق كل هذا السيادة يجب أن تكون لأنها أقسمت الحكومة وأقسمت البرلمان على أن يحافظ على سيادة العراق أرضا وسماءا ومياها الآن المياه العراقية محجوبة عن العراق من قبل الجارة التركية سماء العراق مستباحة من قبل الجانب التركي ويلعب بها طيران التركي يمينا ويسارا وأرض العراق أيضا مستباحة وقوات التركية تسحف باتجاه الأراضي العراقية وقامت بتهجير قرأ وتجريف بساتين والآن لديهم مراكز بالحدود العراقية بأمق بحدود العراقية وصل إلى 50 كم بوجود عسكري ومحطة استخباراتية ومخابراتية تجاوزت 200 كم في باشيخة كل هذا موجود وهناك صمت حكومي لحد الآن لم نرى موقف حقيقي حكومي تجاه الخروقات التركية وهذا ما يجعلنا في سؤال دائم على أنه لماذا الحكومة العراقية تتستر على التجاوزات التركية والخروقات التركية على عدود العراق هل هي راضية إذن معنات أن هناك مجامع لعصاب العراق وهناك خيانة في مجال الأمانة لأنه الحكومة والبرلمان يجب أن نحافظ على سيارة العراق رغم هذه المجاملة التي ذكرتها من الجانب العراقي لكن هناك اتفاقات أمنية عقدت بين العراق وإيران والعراق وتركيا هل الجانب التركي أو الإيراني لا يحترم هذه الاتفاقات لسبب ما هي العلة هل تكمل العلة في ضعف الجانب العراقي أم في تغول دول الجوار شوف سيدي الكريم أولا إذا حسبنا مجال القوة والضعف هناك قوانين تحكم الجورة وهناك قوانين تنظم عمل الدول وإذا حسبنا أنه هل نحن أضعف هناك دول أضعف من العراق لا نريد أن نتحدث عنها لكن إذا حسبنا في مجال جنوب العراقي يعني الكويت بالقياس كقوة وعدد وقدرة قتالية أعتقد أن العراق يتفوق كثيرا بالنسبة للعدد القوات المسلحة والقدرة القتالية وأيضا مساحة الأرض لكن الموضوع ليس موضوع ضعف الموضوع استهان بالقدرات أو ربما هناك من يسهل ويجامل على حساب خرق سيادة العراق لأنه لو لدينا تمثيل دبلوماسي حقيقي ولو لدينا حكومة عراقية تستشعر أن هناك خطر يهدد الوجود العراقي ما كان نسمح للجانب التركي ولا نسمح للجانب الكويتي ولا نسمح لأي دولة أن تقضم الأرض العراقية وبالتالي تقوم بالأرض شيئا فشيئا هناك حدود مخترقة من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق ومن الغرب على حد سواء إذن معنات أن هناك مجاملة من الحكومة العراقية أو من البرلمانين العراقيين أو من المنظومة الحكومية العراقية أو ربما هناك أطماع لهذه الدول وأهداف وبالتالي من بالداخل يسهل العمل الذي هو بالخارج وهنا أقصد عن الدول التي تتجاوز على حدود العراق إذن يفترض أن يكون هناك موقف حقيقي لكي نفرز من هو الوطني ومن هو غير وطني وأنا أقول بمعادلة بسيطة جدا تفعيل قانون مكافحة التجسس هذا بحد ذاته هذه الفقرة البسيطة والتوقيع البسيط الذي سيفعل هذا القانون المجمد سنحمي العراق من شبكات التجسس والعمالة للأجنبي والذين خرقوا المنظومة الحكومية اخترقوا المنظومة الحكومية والمنظومة التشريعية يعني المتواجدين من عملاء وجواسيس سواء كانوا بالتشريعية أو بالتنفيذية لو فعلنا قانون مكافحة التجسس وازعناهم وعاقبناهم وبالتالي تحولوا شكرا ليحاكموا بجريمة الخيانة العظمى أعتقد سيكون لدينا قرارات وطنية ممكن أن تغير بالعراق ومستقبل الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة